السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعة قناة أفكار شيكو فيديو النهاردة للبنات فقط هنعمل فيه وصلة للكمامة بكل سهولة وكمان بدون شغل كروشي المكونات اللي أنا هستخدمها النهاردة خيط مقص أزرار زراير كلنا عارفينها طبعا هستخدم كمان جينز وماش جينز طبعا بانطرون كان قديم عندنا مش بنستخدمه وكمان مسد الشمع وهستخدم برضو مكوى تعالوا نشوف هنعمل إزاي الوصلة أنا قصيت الجزء اللي تحت لأن فيه قطعة قماشة كده ملونة شكلها حلو قوي فعجبتني فقلت عملها إنما إحنا هنعمل برضو من قماش الجينز العادي بدون أي قمشة يعني هعمل لكم طريقتين طبعا مش معنى كده إن الوصلة اللي هي الكروشية مش حلوة لا بالعكس دي حلوة جدا بس الفكرة اللي خليتني أعملها بالجينز مش الكروشي لأن فيه بنات كتير طبعا ما بتشتغلش كروشي وفي نفس الوقت ما عندهاش الإبرة بتاعته ما عندهاش الخيط كمان فده جينز طبعا متوفر في كل البيوت وسهل قوي والطريقة سهلة زي ما انتوا شفتوا كده نقطعت قطعة القماش من تحت وبدأت اللحمها بمسدس الشمع بحيث إن الأطراف بتاعتي ما تنسلش خيط عدخلها الجوة زي ما انتوا شايفين كده طبعا عشان أنا باتني جزء صغير جدا جدا المكوى عكستني شوية بس زبطتها بمسدس الشمع طبعا لو مقطعين قطعة أكبر من كده أو أعرض من كده هتبقى تمشي معنا بالمكوى كويس بس أنا قطعت الحتة دي لأن زي ما قلتلكم عجبني شكل القماشة اللي فيها قوي طبعا بنلحم بمسدس الشمع وإن شاء الله نستخد عن الوصلة دي ولا جينز ولا قماش ولا كروشي كمان ولا أي حاجة خالص إن شاء الله ربنا قريب جدا جدا هيبعد عننا الفيروس ويبعد عننا الوباء بإذن الله أنا لحمتها كده من كل حتة بمسدس الشمع زي ما أنتوا شايفين طبعا شكلها حلوة قوي أبدأ أركب بقى الزراير طبعا اخترت الزراير المناسبة اللون اللي أنا حباه الزراير ما ينفعش يتلزق بمسدس الشمع الزراير لازم زي ما أنتوا شايفين كده بالخيط والإبرة ونبدأ نركب الزراير بتاعنا طبعا هسيب جزء من ناحية اليمين وجزء من ناحية اليسار وهدخل الزرار بتاعي جوه شوي الطريقة سهلة قوي وبسيطة ويراب بتعجبكو هسيب لكو في نهاية الفيديو وكمان في صندوق الوصف هسيب لكو طريقة عمل معاقم اليدين طريقة كنت عاملها هند ميت كده كنت عاملها في المنزل بمكونات كلها طبعية 100% وكمان عاملها معاقم للمنزل وللأساس هيعجبوكو إن شاء الله وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان لسه فيه فيديوهات حلوة كتير إن شاء الله هقدمها الفترة اللي جاية بصوا أنا بالولاعة كده كان فيه خيط طالع عملته بيها بحيث إن هو ما ينسلش معايا دلوقتي أنا هاخد الجزء اللي فوق كده زي ما أنتوا شايفين من البنطلون وأعمل اتنين شبه بعض بالزبط لإن فيه طبعا بنات بتحب تلبس الكمامة زي الكمامة الروباط بالزبط يبقى واصلة من فوق وواصلة من تحت خصوصا البنات بيكون من تحت الطرحة شعرها كسيف شوية فبالتالي واصلة واحدة مش هتنفع معاهم هنضطر إن إحنا في الكمامة الواحدة نستخدم واصلتين فأنا هعمل اتنين شبه بعض بالزبط بنفس الطريقة برضو قصيت القماشة بس بفتحها بقى من جوة علشان فيها خيط زيادة ببدأ أشيله الخياطة الزيادة عشان ما تعكسنيش وأنا بكوي أو ما تعكسنيش وأنا بقفل في الآخر ما تبقاش حت عالية وحت تواطية لازم قطعة القماشة اللي أنا باخدها من الجينز كلها تبقى نفس المقاس ونفس السوا مش حتة عالية وحتة واطية بصوا طريقة سهلة جدا جدا إن شاء الله في آخر الفيديو هوريكم برضو الطريقة الصحيحة للبس الكمامة إزاي نلبسها وأنهي جزء اللي بيبقى في الأمام وأنهي اللي بيبقى من الداخل وهنشوف برضو بنركب الوصلة ازاي في الكمامة هوريكم كل ده في الآخر إن شاء الله الطريقة سهلة جدا وطريقة مبسطة وزي ما قلتلكم يا ربي يا ربي بعيدنا عن الكمامة خالص وإن شاء الله أنا حسن قريب ربنا هيزيل عننا الوباء كده اتنين قد بعض وشبه بعض بالزبط هقسمهم بالنص وكل واحدة هتبقى الواحدة طبعا لو ما عندناش جينز قديم نقدر نستخدم أي قطعة قماش موجودة برضو عندنا تكون قديمة مش محتاجينها اهو أنا كده بقسم النص بالنص برضو الجزء اللي فوق هبدأ أدخله جوه والحمه مصدد في الشمع من فوق ومن تحت والتانية نفس النظام طبعا أنا بشيل أي خياطة زيادة بحيث إن هي ما تكلكعش معنا أنا محبيتش إن أنا أعمل الكلام ده وواريكو في النهاية أنا حبيت يكون قدامكو عشان لما تيجوا تعملوا تعرفوا بالزبط إيه اللي بيتعامل ولو في عيوب بقولكو عليها برضو وأنا شغالها يعني قصدي لو في عقابات هتقابلكو وأنتو شغالين وإن شاء الله ما فيش أي حاجة طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة وإن شاء الله هتعجبكو وهتعملوها وإن شاء الله هنستغنى عنها قريب أنا اللي خلاني أعمل الواصلة بصراحة إن أنا لقيتها بتتبع في الأسواق آآ فأنا قلت طب ليه ما إحنا عندنا كل حاجة متوفرة في المنزل عندنا القماش عندنا كمان اللي بيعرف يشتغل كروشية عندنا كل حاجة لين نشتريها آآ طالما إحنا ممكن نعملها ومش هتاخد مننا وقت خالص دي الاشكال الكمامات اللي انا عملتها بالجينز انا اخر واحدة دي جبت قطعة الطول اللي حطيتها فيه يعني بدي كده شكل ديكور انتو ابدعوا بقى وشوفوا الاميشا اللي عندكو واشتغلوا ده الفيس ماسك بتاعنا دي الكمامة طريقة استخدامها اولا لما نيجي نمسكها بنمسكها من الخيط اللي على الجنب من الاستك اللي على الجنب ماينفعش نمسك الكمامة نفسها من الوسط انا طبعا هباص دي مش مشكلة بحيث ان انا ايه اواريكو فيها الجزء اللي هو لونه ابيض ده بيكون من الداخل من ناحية الانف وكمان الفم اما اللون بيكون من برة سواء اخضر سواء ازرق او موف نزل منها ثلاث قلوان الجزء العلوي اللي بيبقى من ناحية الانف هو اللي بيكون فيه الدعامة ده بنيديله شكل كيرفك كده شوية بحيث لما نلبسها بتكون على الانف الجزء طبعا ابيض من الداخل وبعد اما بنلبسها من الجنبين لازم نشدها من تحت بحيث ان هي تكون مغطية منطقة الدقن كلها طريقة لبس الوصلة حطيت فيها في الاستيك بمنتهى السهولة من اليمين ومن الشميل ولو تلعت واسع معانا ليها برضو حل شايفين؟ طريقة بسيطة جدا وسهلة اهو انا بشد الجزء اللي تحت اهو بحيث ان منطقة الدقن كلها تكون متغطية معانا ده الشكل بتاعي وزي ما قلتلكم لو حابين ندايق بلفها لفة كمان زي ما انتوا شايفين هلف الناحية التانية برضو بلفتين دي لو طلعت واسع معانا نقدر ندايقها طريقة سهلة جدا يا بنات وبسيطة في بنات بيحبوا كمان يحطوا وصلتين مش وصلة واحدة لازم الوصلتين يكونوا نفس الشكل نفس الشبه كده وهنحطهم برضو بنفس الطريقة واحدة من اول الاستيك من فوق واحدة من اخر الاستيك من تحت اللي هي نفس طريقة الكمامة اللي بربط يارب فيديو النهاردة يكون عجبكو انا مستنية اقتراحاتكو للفيديوهات اللي جاية وكمان مستنية تعليقاتكو الحلوة دي كانت وصلة انا عامليها بالقوماش برضو اديتني شكل حلو قوي انا عايزة واريكو دلوقتي الاتنين اللي بيركبو مع بعض طريقة سهلة جدا وبسيطة انا بشكركم جدا جدا على المشاهدة وما تنسوش اللايك والشير شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا